خاصة حينما كانت هناك مشكلة من جمال عبد الناصر وضعف مجيء الأساتذة من مصر إلى المملكة كان في الكليات والمعاهد يأخذون من طلاب الكليات وناس وإن لم يتخرجوا ليدرسوا في المعاهد العلمية فأنا ممن درست قبل أن أتخرج معيد كمعيد اسمه معيد ولا؟ لا 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 ليس معيد في السنة الرابعة درست في السنة الأولى والثانية والثالثة التحقت بالعمل في معاهد المجمع العلمية الذي درست فيه درست فيه سنتين كاملتين ثم تخرجت من كلية الشريعة بعد طبعا هذا التخرج عينت مديرا لمعاهد الحائل العلمي عفونا دكتور قبلها وأنت في الجامعة كنت تدرس نعم وأنت تدرس في السنة الثالثة والرابعة كنت أدرس وتدرس ماذا؟ أدرس مواد فقهية ومواد في التفسير في معاهد علمية نعم في المعاهد المجمع العلمية هذا كان سائغ وجائز نظامه نعم 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 جميل وبعد طبعا تخرجت من الكلية حتى أذكر أنا بالمناسبة لما عينت جاءني مدير الامتحانات في جئاسة الكليات والمعاهد وقال لي أنك ستكون منتسب قلت لا إذا كان منتسب لا أنا أذهب للعمل سأبقى في الكلية فراجع الشيخ عبداللطيف رحمه الله عبداللطيف ابن إبراهيم كان هو المسؤول في المعاهد والكليات قال أنه يقول كذا قال لا خلوه يبقى منتظم ويدرس جميل فبقيت منتظم ودرس سنتين في المعاهد المجمع الانتظام كيف؟ هو بس الدراسة الصباحية يا شيخ نعم الدراسة الصباحية والتدريس الصباحي أيضا نعم نعم تجمع بينهم نعم لا أنا أدرس في معاهد المجمع والدراسة في الرياض كيف جمعت بينهم بس يا شيخ لكن الصلة كانت مستمرة في التواصل مع الأساتذة ومع الزملاء ويمكن في كل حتى في الأسبوع أكثر من مرة أعود لكلية الشريعة حتى الآن أنقطع عن الدراسة بعد التخرج عينت مديرا لمعهد حائل مباشرة مباشرة ومعهد حائل بيئة جديدة ومنطقة جديدة بعيدة عن المنطقة التي عشت فيها بقيت فيها في حائل سنتين من أفضل السنوات في العمل لأن الإنسان طبعا أول إنتاجه واهتمامه وخاصة وأنا في معهد علمي والمعهد العلمي سبقا درست فيه وتخرجت فيه ودرست فيه بعد هاتين السنتين عينت موجه في المعاهد العلمية طبعا المعاهد العلمية معناها أن تقوم بجولة على مختلف مناطق المملكة لأن المعاهد العلمية منتشرة طبعا هذه التنقلات في مدن المملكة تعني أنك حينما تأتي لهذه المدينة تقابل أمير المنطقة أو أمير المدينة تقابل رئيس المحكمة تقابل طلاب العلم لأنهم ينظرون إلى منسوب الكليات والمعاهد العلمية نظرة متميزة جميل ولذلك أيضا هذه السنة في التوجيه أعطتني صورة متكاملة عن مملكتنا المملكة العربية السعودية وأوضاعها المتميزة والاتفاف شعبها حول قادتها وطاعة الجميع لولاة الأمر والاهتمام بالجانب الشرعي حينما تذهب إلى أبهى وتذهب إلى نجران أو إلى جزان أو تذهب إلى مكة أو جدة أو المدينة أو الدمام أو القصيم أو أي مدينة تجد والحمد لله المكانة المتميزة لطلاب العلم ولأهل العلم تجد الأمن تجد الاستقرار تجد الحرص على المصلحة العامة هذه صفات نادرة وطبعا أعطتني صورة جيدة عن هذه المملكة المباركة